بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ودعوه وبركاته. بعد ما وصلنا ان احنا عمالنا اليتابيز بتاعتنا على الفاير بيز عايزين نكلمها. طبعا احنا ممكن نعمل امبورت الهنا لالفاير بيز ادمن وباكيجيز خاصة بموضوع الفاير بيز بس انا مش عايز كده. انا عاوز اوصل بنفس الاسلوب. انا بالريكوستس مكلم اي 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 اي. فده المفترض الستاندرد بتاعي. وانا عايز اوصل بالستاندرد بتاعي ده ان انا يبقى ده اساس معايا في كل ايه انواع الشغل بتاعي. لاني طبعا كريستفول اي بي اي حاجة مهمة زي ما شرحنا وقلنا اللي دي بنخلالها بنعمل انتجريشن ما بين كل السيستمز. فانا عايز اركز على الحتة دي. اكلمها كأي بي اي مش هتعمل معاك يا داتابيز عادية. تمام? هتعمل ازاي كداتابيز عادية? ده ان شاء الله هناخده مع كزا داتابيز. لكن الوقت عايز اركز على الريستفول اي بي اي مع داتابيز. فهاجي من فايل واسي بي از. وخلي اجزامبل جديد. خلينا نكلم نشوف هنقدر نتواصل معها ازاي داتابيز دي. يعني احنا نجيب بيانات بتاعي شخص واحد. الاند بوينت بتاعتي اتختلف. انا عايز اجيب بيانات شخص. فطبعا احنا عارفين ان احنا عايزين نوصل لبيانات شخص واحد. بكليك هنا كده. ده الورل له. كده جابلي بيانات شخص واحد اوه. طبعا الملف ده بيبقى في الاخر مفروض .json. كل حاجة ما عندنا دوت جيسون. يعني انا عايز اجيب كل الامبليز اللي عندي. فهقوم اقل نفس الورل اللي بفوق ده. بس هنزود امبليز .json. طبعا عايز اجيب البرتمنت بس. فهقوم هابت بنفس العنوان ده. وهنكتب البرتمنت دوت جيسون. يعني بزود دوت جيسون في الاخر. ده الاسلوب اللي ماشي به الريل تايم داتا بيس ده. فانا بالنسبة لي كل انا عايز اجيب شخصية معينة ده. الموظف رقم زير وموظف رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة. يبقى ده رقمو. ودوت جيسون. طيب. الامبلي اي دي هنا ممكن يكون متغير لك. ده بالنسبة لي الاي دي بتاع الامبلي يعني ده الوطو نمبر بتاعي او الالكاون انتر بتاعي او الحاجة بتاعتي الاصل دي الدخول في التفاصيل. طبعا ممكن نخليها نفس الرقم الاي دي بتاع المواظر. ممكن نلعب نفس اللعبة دي. يعني على حسب ما انا محتاجة. على حسب ما ايه? ما انا محتاجة. طيب. انا محتاجة اشتغلها ازاي يعني. طوله ماشي. انا يعني هشتغل في الشكل ده. انا بالنسبة للURL دوت ميش هيبقى مفيد. انا لغاية مزبوط لكن بعد كده بقى بقى زيرو او واحد او كده ده بيختلك. فانا كده الغاية هنا كده ده الاصلي. طبعا هتلاقي نفسك انت بتغير العنوان ده بس لكن بقى كله زير فول ما بيش عندنا مشكلة. طيب. ده الاند بوينت بتاعتي. معناش عايز بقى كل الكلام اللي احنا كنا عمليه ده ملناش دعوه بيه. لكل عايز دلوقتي. بعد ما هاددت الاند بوينت بتاعتي اللي هيكلمها. طبعا اند بوينت دي مش ناقي. انا هعمل define. يعني مش ناقي. انا هغير فيها طبعا من دوت جيسون وممكن ان دا كل. فان هاددت فاين مسلا ان فونكشن اسميها get. ماشي. وطبعا هبعت لها ال id عشان عشان تقدر تجيب لي موظف معين بعين يعني. تمام ال id غير ال nom. حلو جدا. وكل انا محتاجه ان انا كالعادة هعمل response بيجيلي. من اللي منين? وانتقوا طبعا من request.get. انا هنا هشتغل get عادي جدا. قال لي ال url. ارتلو ال url اللي هو ال end point بتاعتي. تمام? وجنبيها انا عايز ازود حتة اساسية. اللي هي slash بعد employees. وبعديها ال id بتاعي. اللي هو رقم zero او رقم واحد او رقم دين حسب رقم ال id بتاع الموظف. فانا جنب بال slash دي انا عايز افط ال id. ال id ده اصلا جالي هنا as parameter او argument لي get employee function. وبعديها كمان انا عايز ازود .json. طبعا الحتة دي. الحتة دي. هتشتغل. يعني هنعملها كتير. طول ما احب نتكلم ما احب بعينه دايما هنبقى شغلين ال end point فعثنا. ما كناس لها شغل ايه ال id و .json. طب اللي هو رقم عايز ايه كل الموظفين هنبقى ال end point.json. ازود بس .json. طيب. ده الاصل متاعي. خلصنا. ده قطور ده ال url. تمام? حتى ما احنا عارفين ان بيبقى فيه كزا حاجة ممكن نبعتها ليه ال url بتاعنا زيه. تمام? انا دايما بحب احطهم حتى لو هسيبهم فاضين دلوقتي مش هشتغلهم لكن بيبقوا جاهزين معي للشغل اللي بعد كده. وعندي later طبعا برضو json. وعندي ال headers لو انا عايز ابعت اي headers انا حتى مش ابعت اي headers. طبعا بعت اي headers ان انا json. بس. يعني ان انا ممكن المشي حال ما ايه. المهم دول السياب دلعتنا ان احنا بنبعته. تمام? وبعد كده بنقول بنتأكد ان الكود اللي هو ال internal بداء عنا لل status code اللي احنا نشتغلنا عليها. ايه طبعا انا اجلوش باش عبالتفصيل قوي. عايز ان احنا كم نعدنا وحنا بنتعامل مع ال json files. تمام? عندنا خلفية يعني. لكن بقول برضو ع السريع. فانا طبعا عندي في ال response في حاجة سماية status code. وليس انس كود طول هو متين اللي بقى الدنيا ماشية. والنتيجة راجعة سليمة. برا المتين اللي بقى في مشكلة عندي. فقلتول لو كانت ال status code بتاعتي مش متين. هتعمل ايه? قلتوله هترجع ل return response اللي جايلي. تمام? بس خلاص هو ضرب مني. فانا هرجع لك ال status code as a result اللي هيكلم ال function اللي اسمها get a get employee else معناها ان الدنيا تمام. اه معناها ان النتيجة سليمة. ففي الحالة دي هقول له return ال response اللي جاي dot a dot json. تمام? وكده كده كده اعملت لكم مفرت على json على طول. لو انا عايز استخدم ال package اسمها json هقول له json وعمله بقى loads وكلام زيان. طول ماشي. كده ال function بتاعتي دي مفترض. دي function نهائية و جميلة وما فيهاش اي 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 مشكلة اي نوع. انا عايز اعمل function تانية بتعمل لها call. فهدفين function تانية خالص. اسميها call. find. عايز نشغلها بشكل find. ال function دي هتعمل ما هتعمل ايه. تمام? هاو ما يقول له انا عايز ال id. هاجيبه من input. هقول لي في user. enter. تمام? enter employee id. تمام? هاتي employee id. هاخد منه بعد كده. هيبقى في عندي result جاية من ايه? من انا اعمل call ال function اسمها get employee. قال لي دي من id بس. بتبقى ال id بي user بيسيرش عليه. تمام? وبعدين طبعا ان دي جات انا هقول لها print. result اللي جات كده. طبعا لسه ما عملتش function تعمل ل print بشكل شيكو بتاع لكن تمشي حالك. نحن بس نقول له print بس لايه? بس هنا انا colon. آآ ودي بقى نزبط ال print دي في مبعض. لكن كده اهو. آآ زبطنا ال function باعتنا ما التاجي من احنا نجربها بس. اهو ما عملناش call ل اي حاجة انا طبعا two functions انا هعمل لازم اعمل لازم اعمل call دي دي عشان تشتغل معلش. انا هقول له هاي call find دي. عشان function دي دي ببقى ترن. خلاص. رنت قلت دخل موازفة الرقم zero. هو قلت برد من رقم واحد. ال id رقم عشرة. ال id name عادل. صبور. الفونز بتاعته. ال project بتاعته. الى اخير. لو جيت قلت له رقم واحد. جاب لي ايه? مهيمن. واذا اخيره. طب لو جيت قلت له رقم خمسة. مش موجود. رد علي يقل المتيجة انا لا شيء. تمام? باكد احنا نكون ايه? نفزنا ان احنا جيت من على الفاير بيز بتاعتنا. بكله تمام. لان احنا طبعا ما عندنا شغير موازفة رقم واحد اللي هو عادل وي التاني اللي هو مهيمن. اه مهيمن. تمام? وي نتكمل احمق اشرا ب سمع بطالة ق Juliet. ترجمة نانسي قراس